ما حكما يخرز زكاة المال في شنط رمضان للفقراء ذلك إذا جوز يجوز بضوابط منها أن تكون المحتوات التي تشتري بها الأساسيات للبيوت رز مثلا أساسيات للبيوت لكن قمر الدين والزبيب من زكاة المال لا لأن ليس كل ناس يعني إذا مكنت الفقير من من قيمة الزبيب لن يشتري زبيبا سيشتري رزا ويشتري طعاما أنفع له ومنها أيضا أن تكون ستشتري لهم الأشياء بصورة أحسن ممن لو اشتروا هم فهناك عدد من الضابط لذلك أو إذا كان الفقير سفيها سيأخذ الأموال ويضيع الأولاد يشتري بها مخدرات ويضيع الأولاد